حضرة المشاهدين والمستمعين الكرام أحييكم في هذه الحلقة الثانية والعشرين لمتابعة تحليلنا اللغوي التاريخي لقراءة القرآن في زمن تدوينه اعتماداً على اللغتين العربية والآرامية السوريانية وقد أنهينا الحلقة الماضية بوعدنا بتفسير صورة مريم في هذه الحلقة حيث جاء فيها ذكر ويادة عيسى بن مريم بمناسبة عيد الميلاد بتاريخ الخامس والعشرين من كانون الأول ديسمبر حسب تقليد الكنائس الغربية والسادس من كانون الثاني يناير وفقاً للتقليد الأقدم في بعض الكنائس الشرقية باشرنا بشرح مصطلح السورة وكتابتها بالسين بدلاً من الصات في الأصل السورياني سورطة التي تعني متن أو نص الكتاب المقدس وبهذا المعنى تأتي كمرادف للرسم بمعنى كتابة حروف الهجاء والنص بالصاد كمختصر للنسخ بالسين بحثف الخاء من آخره كما جاء مرادف سورياني آخر للرسم في سورة المطففين والأصح قراءة المكففين بمعنى المحتالين والنصابين وهذا أول مثال لخطأ حصل في المرحلة الثانية إلى الثالثة من العربي إلى العربي وذلك بنقل الكاف العربية كطاء لتشابه رسمهما بالرسم الحجازي والكوفي ونظرا إلى إبدال الكاف والقاف في اللهجات العربية يشرح لسان العرب القفاف بالقاف كما يلي القفاف الذي يسرق الدراهم بين أصابعه وقد قف يقف وأهل العراق يقولون للسوق الذي يسرق بكفيه إذا انتقد الدراهم قفاف وقد قف منها كذا وكذا درهما وفي الحديث أن بعضهم ضرب مثلا فقال إن قفافا ذهب إلى صيرفي بدراهم القفاف الذي يسرق الدراهم بكفه عند الانتقاد يقال قف فلان درهما والأشهر قراءة كفة بالكاف بمعنى غطة وسترة ومنها المكفوف أي الضرير حسب لسان العرب ورجل مكفوف أي أعمى والقرآن يعني بالمكففين بالكاف بدلا من المطففين بالطاء الذين يغشون الناس بتزييفهم أو تزويرهم الكيل والميزان وفقا للآية أو الآثة ثلاثة وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وتصحيحها بقراءة وإذا كالوهم أو وزنوهم بفصل الفعل من الضمير هم يخسرون بالمفهوم العربي الدارج وإذا هم كالو وهم وزنو يخسرون وقد وردت كتابة جمع الفعل الماضي كتبوا بدون ألف الوقاية في الكتابات الأرامية وعامة بالسوريانية نأتي الآن إلى شرح قراءة مرقوم الواردة مرتين في سورة المطففين أي المكففين الآية أو الآثة التاسعة والعشرين كتاب مرقوم لا شك أن ما يشرحه الطبري عن كتاب مرقوم بمعنى مكتوب صحيح إنما لم يلاحظ القراء وأهل العلم شرقا وغربا أن قراءة مرقوم قراءة خاطئة بنقل خاطئ لحرف الشين السورياني الشبيه برسم القهف السوريانية والفرق بينهما أن دائرة الشين السوريانية مليئة بالحبر بينما القهف داخلها أبيض خال من الحبر وقد تبين رسم الشين السوريانية بدلا من القهف في بعض المخطوطات القرآنية بالرسم الحجازي والكوفي وقد وقع هذا الخطأ من المرحلة الأولى إلى الثانية أي في أول نقل من الخط السورياني القرشوني أو الكرشوني إلى الخط العربي والفعل السورياني رشام يعني عربيا أولا رسم بإبدال الشين بالسين وثانيا رشم بلفظ الشين السوريانية أي خط وكتب وليس لقراءة رقم هذا المعنى وإبدال القهف والجيم في اللهجات العربية يبين لنا قرابة لفظ رقم من رجم وفعل رجم يعني في الأصل نبذ طرد ورم ومنها حسب لسان العرب الشيطان الرجيم أي المبعد المطرود والملعون ويشرح لسان العرب رقم الكتاب بمعنى أعجمه وبينه بوضع نقط على الحروف وهو غير مصيب بشرح قوله عز وجل كتاب مرقوم أي كتاب مكتوب لعدم علمه بأن مرقوم قراءة خاطئة للفعل السورياني مرشوم وتشير لنا هذه القراءة إلى خطأ آخر بقراءة رقيم في سورة الكهف الآية أو الآثة التسعة أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً والصحيح قراءة أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقاد كانوا من آياتنا عجباً أما قراءة الرقيم فقد اختلف فيها أهل التأويل حسب الطبري فمنهم من قال إنها اسم القرية وقال آخرون الوادي الذي فيه أصحاب الكهف وقال آخرون الجبل الذي فيه الكهف وقال آخرون الرقيم الكتاب ورأى الطبري أولى هذه الأقوال بالصواب في الرقيم أن يكون معنياً به لوح أو حجر أو شيء كتب فيه كتاب وقد قال أهل الأخبار إن ذلك لوح كتب فيه أسماء أصحاب الكهف وخبرهم حين أووا إلى الكهف وفقاً لما ورد في الرواية السوريانية واعتمد علماء الغرب على هذه الرواية بترجمتهم الرقيم بالفرنسية بإنسكريبسيون وبالإنجليزية إنسكريبشون وآخرهم سيدني غريفث الأستاذ في الجامعة الكاثوليكية في واشنطن والخبير بالسوريانية معترضاً في مقال على تصحيحنا لقراءة الرقيم بالرقاد ومشيراً إلى قراءة كتاب مرقوم سورة المطففين والأصحة المكففين الآية أو الآية التسعة وعشرين بمعنى مكتوب وفقاً للقراءة التقليدية دون أن يعي أن مرقوم نقل خاطئ للكلمة السوريانية مرشوم التي تعني مكتوب مع علمه بالسوريانية إلا أنه اعتمد على المفهوم العربي الخاطئ لقراءة مرقوم وقد سبق وشرحنا في كتابنا عن القراءة الآرامية السوريانية للقرآن خطأ النصاخ بنقلهم الدال النهائية من الكرشوني أو الكرشوني من المرحلة الأولى إلى الثانية كراءة عربية وبنقل الراء الشبيهة بالميم العربية في المخطوطات بالرسم الحجازي والكوفي مثل كتابة مريم بالرسم الحجازي بنقلها كمين من المرحلة الثانية إلى الثالثة فأصبحت القراءة بدلا من الرقاد الرقيم مع الإشارة إلى أن نبرة الياء في المخطوطات القرآنية تأتي أحيانا للدلالة على الألث مثل كتابة بنيها التي تقرأ بناها وأمثلة ذلك كثيرة في القرآن بعد هذه المقدمة حان لنا الوقت للوصول إلى سورة مريم لتصحيح ما ورد فيها من أخطاء إن كان في الرسم في القراءة أم في التأويل ونباشر بالحروف المقطعة كهيعص الواردة في أولها سبقاً سبق وشرحنا في مقال مفصل ترجمة من الألمانية إلى الإنجليزية ومن بعده على قناة سامي الديب وظيفة هذه الحروف ومعناها مقارنة بالحروف الواردة في كتب الصلوات التخصية السوريانية ومعنى هذه الحروف معروف بفضل نقل شفهي متواصل في التراث السورياني الذي ما زال حياً وهذا ما نفتقده بما يخص معاني الحروف المقطعة الواردة في بداية 29 سورة في القرآن ولذا لا يسانع الإدعاء بمعرفة معاني هذه الحروف بالتأكيد بل من المقارنة بنظيرها في كتب الصلوات التخصية السوريانية ومن جملة ما شرحناه أن هذه الحروف مختصر كلمات معروفة في التراث الشفعي ولها مختلف المعاني حسب محتوى النص المنسوب له وقد بينا مثلاً أن حروف حاميم الواردة في بداية سبع سور المسمات بالحواميم تشير إلى تنزيل الكتاب فحرف الحاء والميم مختصر تعبير سورياني معروف وهو حايو ماريا أي حي هو الرب وهو تعبير ورد مراراً في العهد القديم بمعنى القسم لتوكيد ما يقال كقولك في الدارجة وحياة الله ويتبين معنى القسم توكيداً لتنزيل الكتاب من بداية السورة التالية أولاً سورة غافر حاميم حايو ماريا أي حي هو الرب تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم ثانياً سورة فصلة حاميم حايو ماريا أي حي هو الرب تنزيل من الرحمن الرحيم ثالثاً سورة الشورة حاميم وعين سين قاف حايو ماريا وعين سين قاف مختصر لعلى شمي قديشة أي حي هو الرب على اسمه القدوس كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم رابعاً سورة الزخرف حاميم حايو ماريا أي حي هو الرب والكتاب المبين إن جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون خامساً سورة الدخان حاميم حايو ماريا أي حي هو الرب والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين سالساً سورة الجاثية والأصح العاتية حاميم حايو ماريا أي حي هو الرب تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم سابعاً سورة الأحقاف والأصح الأجفاف والجف مرادف للوادي حاميم حايو ماريا أي حي هو الرب تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم فكما رأينا حرفي الحاء والميم مختصر تعبير سورياني معروف وهو حايو ماريا أي حي هو الرب وهو قسم بمعنى وحيات الله توكيداً لتنزيل الكتاب من الله أما باقي الحروف المقطعة فمنها ما يقرأ كتمزيل لله في بداية سوار تحتوي على صلوات تقصية كما هو الحال بالنسبة إلى سورة مريم وقد سبق وذكرنا في الحلقة السابقة أن محتوى سورة مريم حتى الآية أو الآية الثلاثة الثلاثين مختصر ما ورد في إنجيل لوقة الإصحاح الأول والثاني عن بشارة زكريا وبشارة مريم تمهيداً لولادة النسيح ولذا نرى في الحروف الخمسة كهيعص في بداية هذه السورة مختصر عبارة سوريانية لتمزيد الله نقترح قراءتها كما يلي الكاف الكاف كبير الها هو الياء ياء مختصر سورياني لإسم الله يهو العين العلي والصاد الصباوت أي الرب القدير ويمكن قراءة الصاد الصمد ولا ندعي صحة هذه القراءة لعدم وجود نقل شفهي لقراءة القرآن بخلاف الإدعاء بما سمي بالتواتر وهي كلمة مشتقة من قراءة خاطئة وهي تترى في سورة المؤمنون الآية 44 ثم أرسلنا رسلنا تترى بدلا من ثم أرسلنا رسلنا نذرا كما سبق وشرحنا هذا النقل الخاطئ فابتدع أهل اللغة من قراءة تترى جذر وترى يتروا وتواتر يتواتر ومنه اسم المصدر تواتر وأعطوه معنى النقل الشفهي المتواصل والقرآن يخالف هذا الإدعاء بتصحيح أخطاء النساخ والقراء وهل اللغة في خمس مراحل وعدم معرفة معاني الحروف المقطعة أوضح دليل لعدم وجود نقل شفهي وهذا يعني أن القرآن وصلنا كتابا منذ البداية وليس بعد حفظه في الصدور كما ادعى أهل التأويل والغريب في هذا الأمر أن الذين كان لهم علم بمعاني الحروف المقطعة لم يعد لهم وجود في زمن جمع القرآن تحت إشراف الخليفة عثمان بن عفان من سنة 644 إلى 656 ميلادية أي في العاصر الأموي حسب الرواية التاريخية أو ما يعتبر تاريخي وكأن محررين القرآن انقرضوا عن بكرة أبيهم فلم يبق واحد منهم ليشرح لنا معاني الحروف المقطعة وهذا دليل على طائفة نصرانية سابقة للاسلام لم يعد لها وجود في زمن ما يسمى بجمع القرآن في العصر الأموي والشك فيما يعتبر تاريخي حتى الآن نسبة إلى جمع القرآن في العصر الأموي إنما نترك هذا الجدل لعلماء التاريخ لنعود إلى تحليلنا اللغوي لسورة مريم حتى الآية أو الآية 33 مبتدئين بالآية الثانية الآية الثانية ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية نداء الهمزة أضيفت في المرحلة الخامسة التحليل اللغوي قرية ذكر كإسم مصدر حسب النحو العربي ويمكن قراءتها بصيغة الأمر حسب النحو السورياني تخور بدون الآلة الزائدة بسبب الساكنين وفي وفي اللهجات السورية ما زال اللفظ اذكر وليس اذكر كما هو الحال في اللهجات عربية أخرى كما يقال امشي بدلا من امشي سكوت بدلا من اسكت إلى آخره إذ نادى ربه نداء وليس نداء فالهمزة أضيفت في المرحلة الخامسة لتدوين القرآن الآية الرابعة قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن ربي بدعائك شقية التحليل اللغوي قراءت إني قراءة خاطئة فنظرا إلى أن العظم هو الفاعل لكان المنتظر أن يقال إنه وهن العظم مني وليس إني وهن العظم مني السبب إني حرف نداء سورياني يقرأ أين ألف يا نون وقد كتبت النون النهائية السوريانية في المخطوطات بالرسم الحجازي والكوفي إلا أن القراء اعتبروها يا رجعية عربية كما يمكن أن تكون غالبا يا عربية وأحيانا نون سوريانية وحرف النداء يمكن أن يتبع الاسم في اللغات السامية مثل مار يا بالسوريانية المركبة من مار سيد أو رب وحرف النداء يا فبدلا من يا مار قرأت مار يا وتعني يا رب وأصبحت ماريا فيما بعد اسم للرب فيقال اي مار لي ماريا كما وردت في الحروف المقطعة ألف لهم ميم أي قال لي الرب إلى جانب ماريا بمعنى يا رب وهذا ما حصل بتعبير اللهم الوارد خمس مرات في القرآن فبخلاف علماء الغرب الذين اعتبروا أن تعبير اللهم مشتق من الجامع العبري إلهيم شرحنا في مقال أن الملحق إهم من الآرمية القديمة تحولت الميم في الآرمية الوسطى والسوريانية إلى نون فأصبحت إن إن ولذا رب إن تعني يا رب وليس ربي إني وقد احتفظت العربية بالميم في جامع الضمير أنتم وبالسوريانية أنتون وبإضغام النون التون وهم وبالسوريانية هنون وبالدارجة العربية هن وفي الفعل الماضي بقولك كتبتم وبالسوريانية كتبتون بقلب الميم إلى نون وفي الأهجاد بلادنا بين النهرين كتبت بالنون بينما قلبت الميم في المضارع إلى نون بقولك تكتبون مقابل كتبتم في الماضي ويكتبون بالنون بدلا من الميم والبرهان أن اللهم لا علاقة لها بالجامع العبراني استعمال إلهيم بمعنى المفرد كما ورد في سفر التكوين ويومر إلهيم يهي أور ويهي أور وقال الله ليكن نور فكان النور فلفظ إلهيم في هذا السياق لا علاقة له بالجامع العبري ومنهم من قال أنه جمع الجلالة إلا أن جمع الجلالة لا يأتي إلا بالصيغة الفعلية ولا يطبق على الإسم فلا يقال آلهة كإسم جلال لله الواحد وعليه السؤال كيف علينا أن نفهم الصيغة العبرية إلهيم كمفرد وليس كجمع نجد الجواب على هذا السؤال في الصيغة القرآنية اللهم بمعنى المنادة وهذه الصيغة مركبة أولا من الإسم الله ثانيا من حرف النداء الأرامي القديم A وبالسريانية A وفي الحالتين وفي الحالتين تكتب بيا أو بدون ياء قبل النون فيصبح اللفظ الصحيح الله أم بمعنى يا الله وليس اللهم حسب اللفظ الذي درج عربيا وقد ورد حرف النداء AIM قبل الإسم بشهادة لسان العرب بتعبير أيم الله أي يا الله واعتبرها ابن منظور مختصر أي من الله دون شرحها انظر لسان العرب المجلد الثالث عشر صفحة 469 العمود الأول وكما أن صيغة النداء السوريانية ماريا أي يا رب اتخذت فيما بعد معنى الرب كذلك أصبحت صيغة المنادة العبرية إلهيم اسم مفرد لله ولا علاقة لها بالجمع العبري تعبيرا عن الآلهة والفرق بين صيغة إلهيم العبرية كاسم مفرد لله الواحد وصيغة اللهم والأصاح اللائم القرآنية أن إلهيم العبرية لا تأتي بمعنى النداء نستنتج من تعبير اللهم والأصاح اللائم بمعنى يا الله أن القرآن احتفظ بهذا التعبير من الآرمية القديمة وليس من العبرية لعدم وجود إلهيم بمعنى النداء في نصوص العهد القديم وهذا دليل على أن لسان القرآن العرب المبين احتفظ لنا بتعبير من الآرمية القديمة وليس فقط من السوريانية وهذا يطرح السؤال عن الطائفة السابقة للإسلام والأرزح أنها كانت طائفة نصرانية حافظت على تعبير أصلها من الآرمية القديمة أما تعبير اللهم بمعنى إلا إن في العربية الفصحة كقولك كنا بانتظاره اليوم اللهم إلا أن يكون حصل له عارض فلا علاقة له بالله ولا بالنداء فالتعبير آرامي الأصل ومركب من ثلاثة حروف أولا حرف الإفتراض إن ثانيا حرف النفي لا ثالثا حرف الإشارة الأرامي القديم هيم الذي أصبح عربيا هين بمعنى هذا آراميا وباختصار إن لا هيم أصبح اللفظ عربيا اللهم والأصح إلا هيم وترجمته العربية إلا أن أي إلا ما يلي فدرجة تعبير العربي المزدوج اللهم إلا إن أو إلا أن أو اللهم إلا إذا ولا يخطر على بال أي خبير بالعربية أن تعبير اللهم بهذا المعنى لا علاقة له بتعبير اللهم والأصح اللهم بمعنى يا الله وهذا يطرح سؤال أصول اللغة العربية المعتقد أنها أقدم اللغات السامية شغلتنا هذه التحليل اللغوية عن متابعة شرحنا لسورة مريم فأملنا بمتابعتها في الحلقة القادمة وبأقرب وقت ممكن إن شاء الله ليتسنى للمتابعين استعاب ما سمعوه لأول مرة في هذه الحلقة فالشكر لاهتمامكم ومتابعتكم ورجاء الاشتراك وتفعيل الجرس لنوافيكم بكل جديد في حينه ويسرنا أن نعيد لكم تمنياتنا بدوام الصحة والتوفيق في السنة الجديدة وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم شكرا